للأسف 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 ويبعنده سؤال ليه ربنا سأبهم يؤذوني ليه ربنا ما منعهمش من أزاي وهو في العامة أزايش ولذلك دايما أنا وأحيانا أني أصل إلى حد التمرد على الله فيحصل لنا ده في السيولة الدينية اللي بنسميها الإلحاد لكن الله سبحانه وتعالى ما تركش حد يأذي حد بدليل أنك حي وعايش الله سبحانه وتعالى أراد لك كل خير بس هو محتاج بصر وقلب يفهم وإذا ما كانش عندك بصر ولا بصيرة يبقى تفهم إزاي فشك الإنسان في أن الله سبحانه وتعالى زي ما أرد الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين بيخليه بيحمي نفسه بنفسه وحاسس أنه ملوش ظهر فيتوحش بقى يتوحش عشان يدفع عن نفسه فيتحاول إلى الوحش اللي بيدفع عن نفسه لإني أو عنده للأسف أن ربنا ما بيدفعش عنه فهو يدفع عن نفسه عشان كده تلاقي كتير من أصحاب هوس الانتقام عندهم شك في الرحمة الإلهية أو في العدالة الإلهية لما لاقوا اللي ظلمون بيتقلدوا مناصب مثلاً وبيغتنوا وبيعيشوا حياة وبيتجوزوا وبيعندهم أولاد وهم لسه مأزيين لكن ده مش بالمناسبة ده مش نهاية القصة وعاديكم بقى لما بيجي طرف بقى يدخل في الموضوع ده بيشوه الدنيا كله عاديكم بقى لما بيدخل أهل التدين الكمي يا سلام ويبتدوا بقى يدخلوا بقى قال التدين الكمي ليهم دور كبير جداً جداً في ترسيخ هوس الانتقام في المجتمع وبين الناس وبين الأفراد وفي المجتمع كله لأنهم اللي كرسوا الإحساس بالمظلومية وأنهم أصحاب طار در درجة يا سيدي عاملين حاجة اسمها السقرية الدينية الطار للمسلمين عند غير المسلمين ويربوا أولادهم على أنهم يستغلوا القرآن في تبلير الانتقام ويبقى كل واحد عايز يعتدي على الغير وينسى بمثل ما اعتدى عليكم فهو عايز يعتدي طب وإنت هو اعتدى عليك ولا لا ما ليش دعوة طب أنت تترفع للقاضي عشان تعتدي عليه ده أمر نفسي ممكن أنت تكون فيهم تغلط لا الناس بيقول لي أنتقم الناس بيقول لي والناس ما قالوش كده عشان تاخد حقك من حد لو كان الحق ده ملوش مش موجود يعني الكباية دي بتاعتي عندي واحد تاني عشان أخد حق أروح واخدى منه دي بتاعتي طب وإذا كان ده أمر شعوري لا ده نرفع الأمر الرقاطي بقى أو أنا لأننا ممكن يكون المعنى أن أنا أصلا ما حصلش اعتداء علي ده اختلاف وجهات النظر ويفضل التدائل الكمي يعتبر الناس أنهم من حقهم الانتقام لأنهم نواب عن الله سبحانه وتعالى في الأرض في إلا حاصل فانتقموا لله من الناس فانتقموا من الناس واسأ واحد عامل معصايا فيفضحوه ليه؟ لأنه بينتقم لله انتقم لشرع الله تحس كده لأنه بفهم غلط أني جعلهم في الأرض خريفة لأنني جعل نائب عني ما حصلش هذا عبث أنت لست نائبا عن الله سبحانه وتعالى ولذلك اللي كان بيتعمل بقى فيما يتعلق بفلسفة الأمر المعروف النهي عن منكر كله انتقام الأمر المعروف النهي عن منكر أمر تراحمي وليس أمر انتقاميا تعيد الكلام ده مرة تانية لأنه يامت كوينة أنك تأمر الإنسان بالمعروف أنت تريد أن ترحمه من البقاء في المعصية نحن نتكلم في معموم المجتمع يبقى المجتمع بيتراحم فيما بينه فأطلب أن لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب الأخي ما يحبه النفس وأنا بحب له أنه يبقى في خير لكن إننا أخلى الأمر المعروف نائب منكر شيء انتقامي صاحب المعصية لازم يزل لازم يهان لازم أنان منه لأن ربنا مش كلام بقى اللي بيوصل في قلوب الناس ربنا مش قدر يوصل ويبقى نعمل كده عاوزوا بالله من الشيطان الرجيم فمشكلة الانتقامية دي تخليك مركز أنك تسترد مش تستمد من الله وتشكر نعمة ربنا يخليك دايما طول الوقت بيتقيم الناس مين اللي أزاك ومين اللي ما أزاكش أنا أعرف ناس لما يبصوا للناس هو ده قد إيه أزاني وده قد إيه ما أزانيش لذلك يا أصحاب الانتقامية المقدسة أين أنتم من قولي تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا سيدي ده إذا أنت كنت تظلمت بحق مش اختلاف وجهات النظر يا سيدي خد حقك وكن رحيم وأول الرحمة أن أنت ترحم نفسك من سواد الانتقام وعشان كده تعالوا نساعد بعض على أن احنا نتخلص من هوس الانتقام وسواد الانتقام ترجمة نانسي قنقر